السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال وأهلا وسهلا بكم في هذا البند الجديد والنمط الأجمل إن شاء الله تعالى من نوعية المعلومات الغريبة والعجيبة في تاريخ الأمم السابقة والحضارات السابقة وما يكتنفها من غموض لعلكم تعرفون هذه الصخرة الظاهرة أمامكم في الصورة هذه الصخرة تعتبر بالفعل من أغرب الصخور ومن أغرب ما يمكن أن يشاهده إنسان على سطح هذه الأرض إلى هذا اليوم لم يستطع أحد فك طلاسم هذه الصخرة ما سرها ما غرابتها لماذا ما سر هذا القص الذي يأتي في وسط الصخرة هذه الصخرة إخوتي الأحبة هي من الصخور الصناعية تمت صناعتها في عام ألف وتسعة وتسعين قبل الميلاد هي والشق الصخري الموجود في وسطها في زمن الملك سليمان عليه السلام وقام بصناعة هذه الصخرة والشق المتقن الموجود في وسطها قام بصناعته الجن وكان هذا العمل بأمر من سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام طبعاً تم الاهتمام بهذه الصخرة من قبل الملك سليمان عليه السلام من أجل ما سنعرفه عنها بعد قليل حيث تم تصميم الصخرة بحيث أنها تحتوي على قصة قصة مجلس عسكري ملكي للملك سليمان عليه السلام كما نشاهد في هذه الصورة هنا توجد بعض التفاصيل ستتبين لنا بعد قليل إن شاء الله تعالى هنا في هذه الصورة وهي الصورة الأشهر على هذه الصخرة والأوضح صورة مجلس الملك سليمان عليه السلام توجد هنا صورة حصان الملك سليمان وبجلس الملك سليمان أمام الحصان ويوجد خلف هذا الحصان أحد الجن لعمل معين نلاحظ الكراسي والمقاعد أمام الحصان صحيح أن الصورة غير واضحة كثيرا بسبب التصوير وبسبب كثرة تناقل الصورة ولكن وتنزيلها ولكن على أرض الواقع الصورة أدق بكثير طبعا هذا الحصان هو حصان ليس أنثى يعني ليس فرس وإنما حصان ذكر هنا عند رأس الأسهم يوجد الملك أو نفسه الملك سليمان عليه السلام إن شاء الله سأعرض بعد قليل صورة أوضح قليلا للملك ولكن هي جاءت هكذا صغيرة يعني صورة الملك سليمان صغيرة وهو يجلس على عرشه يعني هو في حالة الجلوس وليس في حالة الوقوف هنا الكراسي والمقاعد ظاهرة بوضوح المجلس هذا من أشهر مجالس الملك سليمان عليه السلام أثناء جولاته في خلال العالم القديم وقد كان له سيطرة كاملة على منطقة الجزيرة العربية وغيرها من المناطق في العالم وهذا النبي الصالح عليه السلام كان عندما يأتي إلى أي منطقة يقوم برسم وتثبيت جولاته من خلال رسم لوحات ووضع علامات على الصخور بحيث تؤكد مجيئه إلى أو مجيئه إلى هذا المكان ومروره من هذا المكان الهدف من صناعة هذا الشق طبعا وهو السر الأغرب أن هذا الشق إخوتي الأحبة يحافظ على توازن الصخرة بحيث لا يمكن إزالتها من مكانها مهما تغيرت الظروف ومهما طرأت من أحداث على هذا الموقع ستبقى هذه الصخرة متزنة والهدف من طلب اتزان هذه الصخرة والحاجة إليه هو المحافظة على قصة الملك الصالح سليمان عليه السلام وجولته المرسومة هنا والمحددة على هذه الصخرة لتبقى هذه الصخرة معلما دائما ما دامت الأرض وتنقل لنا قصة هذا النبي وكيف وصورة مجلسه وغير هذا غير ذلك طبعا هنا الصخرة القسم الآخر من الصخرة له قصة غريبة وقصة رائعة جدا ويتكلم عن تاريخ مميز للنبي سليمان عليه السلام أثناء جولته في هذه المنطقة سأتحفكم إن شاء الله بهذه القصة في مكان آخر وفي فيديو آخر إن شاء الله ريث ما يتسنى لوقت للإفادة بهذا الشأن وهذا النصف الآخر أيضا كما قلت لكم يحمل ما لا يمكن تصوره من أسرار الجيش الملك سليمان عليه السلام وأسرار زيارته لتلك المنطقة وما قابل فيها من ملوك وشعوب وقادة وواجه من غرائب وعجائب وأحاديث ومجالس وغير ذلك كل هذا إخوتي الأحبة سنتعرف عليه إن شاء الله من خلال هذا الشق الآخر من الصخرة طبعا العين أو الإنسان غير الخبير وغير العالم بهذه الأمور لا يرى هذا أو هذه الأشياء التي أقولها لا يراها في الشق الآخر يعتبره عبارة عن حجر وصخرة طبيعي وتعرجات وغيرها ولكني أقرأ ما لا تقرؤون في نهاية هذا اللقاء لا تنسوا لي من صادقي دعايكم بظهر الغيب تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال شكرا لكم شكرا لكم لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة